الحمد لله رب العالمين في شرح العمدة في الفقه الموفق بن قدامها المقدس رحمه الله تعالى إلى قول المصنف رحمه الله فصل ومن ولدت امرأته أو أمهته التي أقر بوطئها ولدا وهو تكمله لما بدأنا به من كتاب اللعام فنستمع أولا لعبارة المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين قال الإمام بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في مصنفه عمدة الفقه فصل ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان ولا ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها قال ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه هذه هي القاعدة الشرعية أن من تزوج امرأة وأنجبت فإن هذا الطفل ينسب له حتى لو ادعى أنه لم يطأ ينسب له هذا الولد مدام أنه يمكن أن يكون منه فينسب له هذا الولد وليس هناك سبيل لنفيه إلا اللعان فقط والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه فهذه قاعدة في أن الولد للفراش والفراش هو صاحب الفراش هو الزوج أو السيد فينسب له هذا الولد شاء أم أبا فلو أن رجلا أنكر نسبة هذا الولد إليه لكونه يختلف في لونه أو في شكله أو نحو ذلك نقول هو ينسب لك شئتا مأبيت إذا أردت نفيه ليس لك إلا طريق واحدة وهي اللعام ما عدا ذلك فهذا الولد ينسب إليك ولكن ولد الزنا إذا كانت أمه فراشا أمرأه زنت وحملت من الزنا وهي متزوجة فلمن ينسب هذا الولد ينسب للزوج فإن قال إنه ليس مني وإنما من الزاني فنقول الواجب عليك أن تلاعن لأجل نفي هذا الولد فإن أبا أن يلاعن نسب الولد له فإذا كانت متزوجة فبالإجماع أن هذه الزانية ينسب ولدها لزوجها بالإجماع لكن إذا لم تكن هذه المرأة التي زنت فراشا لم تكن متزوجة وحملت وأنجبت من الزنا ثم بعد ذلك تابت وتاب الزاني وأراد الزاني أن يستلحق هذا الولد لأنه خلق من مائه فأراد أن يستلحقه سواء تزوج بالمزن بها أو لم يتزوج لكن أراد أن يستلحقه فهل يلحق به أم لا بهذه المسألة قولان للفقهاء القول الأول أنه لا يلحق به وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش قالوا فلا يلحق بهذا الزاني ولو استلحقه القول الثاني أن هذه المزن بها إذا لم تكن فراشا لم تكن متزوجة واستلحق الزاني هذا الولد فإنه يلحق به وهذا روي عن بعض التابعين روي عن عروة ابن الزبير وعن الحسن البصري وعن ابن سيرين وعن إبراهيم النخعي وعن إصحاق بن رهويه واختاره الإمام بن تيمية والإمام بن مقيم رحمهم الله وتعالى واستدلوا لذلك بعدة أدلة منها ما جاء في الصحيحين في قصة جريج العابد فإن جريج كان رجلاً عابداً منقطعاً في صومعه يعبد الله عز وجل فتحدث بني إسرائيل بعبادته فقالت امرأة بغي من بني إسرائيل والله لا أفتننه وكانت امرأة جميلة يتمثل بحسنها قالوا لا تستطيعين فذهبت لجريج وتعرضت له فلم ينتفت لها فذهبت لراعن وأمكنته من نفسه فوقع بها فحملت منه فأنجبت وقالت هذا الولد من جريج فأتوا وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه ولا يدري قال لماذا قالوا زنيت بهذه المرأة وأتت منك بهذا الولد قال توني بهذا الولد فقام فأتوا به وقام وتوضأ وصل ركعتين ثم أتى والناس ينظرون مجتمعون متفون حوله وطعن في بطن هذا الغلام وقال له يا غلام من أبوك قال فلان راعي أنطقه الله وهو في المهد وهو أحد الثلاثة الذين أنطقهم الله تعالى في المهد فلما سمعوا ذلك جعلوا يقبلونه ويتمسحون به ويعتذرون إليه وقالوا نعيد بناء صومعتك ذهبا قال لا بل أعيدوها كما كانت ووجه الدلالة من هذه القصة كما قال ابن القيم أن هذا الطفل لما قيل له من أبوك قال فلان من الراعي الراعي هو الزاني فاعتبر الزاني أبا له وهذا إنطاق من الله لا يجوز فيه الكريم فلو لم يكن هذا أبوه ما قال إن أباه فلان من الراعي هذا أحد أدلتهم وأيضا من أدلتهم قالوا ما المانع من أن ينسب هذا الولد لهذا الرجل الذي خلق من مائه وإذا كان ينسب لأمه وهي زانية فلماذا لا ينسب لأبيه الزاني ما الفرق بينهما أنهب أننا أخذنا بقول الجمهور وقلنا لا ينسب لأبيه فينسب لأمه وهي زانية فإذا كان ينسب لأمه لماذا لا ينسب لأبيه وهذا القول هو القول الراجح هو أنه إذا استلحقه يلحق به بشرط أن تكون المزن بها ليست فراشا ليست متزوج فيلحق به وكما قال ابن قيم قال أما دليل الجمهور الولد للفراش فنحن أول قائلنا به لكن هذه المرأة ليست فراشا لزوجه ثم أيضا هذا القول بالإلحاق فيه مصلحة عظيمة في إنقاذ لهذه النفس لأن هذا الطفل إذا كبر وهو مجهول الأبوين سيؤثر هذا على نفسية تأثيرا عظيما بينما إذا ألحق بأب وانتسب إليه فسيكون في هذا مصلحة عظيمة وكبيرة له لا تخفى فالقول الراجح إذن أن ولد الزنا إذا استلحقه الزاني فإن كانت المزن بها فراشا لزوج فلا يلحق به أما إذا لم تكن فراشا لزوج فيلحق به هذا هو القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم ثم قال المصنف رحمه الله ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعام وهذا المعنى أكدنا عليه في الدرس السابق وأيضا في هذا الدرس لا ينتفي الولد إلا باللعام لا ينتفي بالبصمة الوراثية ولا بالحمض النووي ولا بأي شيء ولا بالشبه حتى لو كان الأب أبيض والابن أسود أو العكس لا يمكننا في هذا الولد إلا باللعام لأن هذه الأمور أمور محتملة ولذلك أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود والرجل أبيض كأنه يعرض بها فقاله النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم قال فما ألوانها؟ قال حمره قال فهل فيها من أوراق؟ قال نعم قال فأنا له ذلك قال لعله نزعه عرق قال لعل ابنك هذا نزعه عرق فأحيانا قد ينزع الإبن عرق من أحد أجداده في لونه أو في شكله أو نحو ذلك فهذه الأمور لا يعول عليها وإنما المعول عليه اللعان فلا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان وهكذا أيضا لا ينتفي ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها بأن الدعية سيدها أنها حاضت بعد وطئه لها فحينئذ يكون هذا الولد عبدا له وكما ذكرنا أن أحكام الرقيق الآن الرق قد انقرض في الوقت الحاضر وليس له وجود وأصبحنا نقرأ أحكام الرقي من الناحية النظرية فقط نعم قال رحمه الله لا يمكن لحقه بهذا الرجل فإنه لا يلحق به كان تلد لأقل من ستة أشهر من الوطن إنسان تزوج امرأة وبعد شهرين أنجبت لا يمكن يكون هذا الولد منه فلا يلحق به قال منذ وطئها أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما يعني فلا يلحق به الولد أو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن دون عشر سنين مثلا صبي عمره ثمان سنين تزوج ثم أنجبت هذه المرأة فهذا لا يمكن أن يلحق به لا يمكن أن تحمل منه أو الخصي الخصي الذي قطعت خصيتاه فهذا لا يمكن أن تنجب منه المرأة فإذا أنجبت المرأة وادعت أنه ولده لم يقبل منها ولا يلحق به وذلك لأن الخصيتين وجودهما ضروري للإنجاب فهما مصدر الماء الذي يخلق منه الولد والمجبوب المجبوب الذي قطع ذكره فلو كان الزوج مجبوبا وأنجبت المرأة لم يلحق به لأنه لا يمكن أن يولد له وهو مجبوب فهذه المسائل يقطع بأنه لا يمكن أن تحمل المرأة من هذا الرجل ولذلك لا يلحق به أما المسائل المحتملة مثل ما ذكرنا من الشبه اختلاف الشبه أو اختلاف اللون هذه محتملة احتمل أنه نزعه عرق من أحد أجداده فيلحق به نعم قال رحمه الله فصل وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة أو وطئ الشريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد أو ادعى نسب مجهول نسب رجلان أري القافة معهما أو مع أقاربهما فألحق بمن ألحقوه به منهما وإن ألحقوه بهما لحق بهما وإن أشكل أمره أو تعارض أمر القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة نعم قال وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة يعني هذه مسألة مفترضة لكنها ممكن أن تقع اثنان وطئ امرأة بشبهة أو بالنسبة للرق شريكان وطئ أمتهما في طهر واحد أو ادعى مجهول النسب أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان يعني هذا مثلا مجهول النسب ثم إن الله رزقه أعطاه تجاه فتع عليه في التجارة فأتى اثنان كل منهما يدعي أنه أبوه حتى يريث أهل ومات هذا ممكن طيب لمن ينسب هنا يقول المصنف أري القافة معهما أو مع أقاربهما القافة هم الذين يعرفون الشبه وهؤلاء موجودون من قديم الزمان إلى وقتنا الحاضر يكون عندهم قوة فراسة في يعرفون الشبه وربما في الوقت الحاضر لا يحتاج إلى عرضه على القافة ويستغنى عن ذلك بماذا ذكرناه في درس الأمس بالبصمة الوراثية أو ما يسمى بالحمض النووي فيتغنى عن القافة بل إن دلالتها أقوى من القافة القائف قد يخطئ وهذه قريبة من القطع إذا أجريت بالطريقة الصحيحة نتيجتها قريبة من القطع فيمكن أن يقام بتحليل البصمة الوراثية لهذا الطفل فيلحق بمن كانت النتيجة أنه أبوه فإذن قول المصنف إنه يرى القافة فيلحق من الحقوه به هذا في الزمن السابق أما في وقتنا الحاضر فيمكن استغناء عن ذلك بالبصمة الوراثية قال وَإِنَ أَلْحَقُوهُ بِهِ مَا لَحِقَ بِهِ مَا أحياناً القائف يقول إنه يلحق باثنين يشبه هذا ويشبه هذا طيب ما الحل يقول المصنف يلحق باثنين يكون له أبوان يكون له أبوان وهذه من المساء التي يلغز بها يقال فلان ابن فلان آل فلان وابن فلان آل فلان وهذا قد روي عن عمر رضي الله عنه روي أن قصة حصلت في عهد عمر أن مجهول النسب تنازعه رجلان وألحقه القافة بهما جميعاً فألحقه بهما معاً في وقتنا الحاضر لا نحتاج لهذا لوجود البصمة الوراثية التي ستحدد الأب منهما وهذا القول بأنه يلحق بهما هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني أنه لا يمكن أن يكون الطفل لرجلي لا يمكن لأن الطفل يخلق من ماء رجل واحد فإن ماء الرجل النطفة يلقح البويضة حيوان منوي واحد فلا يمكن وهذا مذهب الشافعية يقولون أن هذا غير ممكن عقلاً وهذا هو الأقرب الله أعلم أنه غير ممكن كيف يلحق طفل برجلين الطب الحديث يؤكد صحة ما ذهب إليه الشافعية من عدم إمكانية ذلك ونحن لسنا بحاجة لهذه المسألة في الوقت الحاضر بسبب وجود البصمة الوراثية التي ستحدد الأب منهما والفقهاء يذكرون بعض المسائل النادرة الوقوع أو القليلة الوقوع حتى يكون طالب العلم على معرفة بها إذا وقعت وأذكر أنني أشرفت على رسالة الدكتوراه عندنا في كلية الشريعة بالرياض في المسائل الافتراضية التي افترضها الفقهاء السابقون ووقعت في الوقت الحاضر مسائل كثيرة فيها أكثر من رسالة علمية لكن أشرفت على إحدى هذه الرسائل وفقاءنا السابقون افترضوا مسائل في الزمن السابق ووقعت في وقتنا الحاضر ولذلك هذه الافترضات التي يذكرها الفقهاء قد تقع فهذه المسألة التي نذكرها ربما أن هذا مجهول النسب يكون ثريا فإذا كان ثريا سيخرج أناس ويدعون نسبه فكيف يكون التعامل معهم في الزمن السابق هذا كلام الفقهاء أما في وقت الحاضر فيعتمد على البصمة الوراثية في تحديد الأب قال وإن أشكل أمره أو تعارض قول القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بما انتسب إليه منهما أحيانا لا يوجد قافة ونحن نرى في وقتنا الحاضر مع وجود البصمة الوراثية بدأ يقل وجود القافة قد يكون مثلا هؤلاء في قرية في مكان بعيد ما عندهم بصمة وراثية أو حمض نووي ولا يوجد عندهم قافة فالحكم في هذا يقول يترك حتى يبلغ فيلتحق هو إذا كبر وبلغ وبلغ بمن انتسب إليه منهما واستدلوا لهذا بأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال للغلام الذي ادعى القافة وجود شبه بينه وبين رجلين ادعياه قال والي من شئت منهما والي من شئت منهما ولا بد أن يكون القائف أن يكون مسلما عدلا مجربا لا يكفي أن يدعي أنه يعرف القيافة ولا بد من أن يجرب عليه الإصابة نعم قال رحمه الله باب الحضانة أحق الناس بالطفل أمه ثم أمهاتها وإن علون ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت من الأبوين ثم الأخت من الأبي ثم الأخت من الأم ثم العمة ثم الخالة ثم الأقرب فالأقرب من النساء ثم عصباته الأقرب فالأقرب نعم باب الحضانة هذا الباب من الأبواب المهمة خاصة مع كثرة حالات الطلاق في الوقت الحاضر فيحصل أحياناً نزاع بين الأب والأم في حضانة الطفل والحضانة من الحضن وهو الجن لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه ومعنى الحضانة شرعاً حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالح حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه فيتنتظم أمرين الأمر الأول حفظه عما يضره والأمر الثاني القيام بمصالحه قال حق الناس بالطفل أمه وهذا بالإجماع لأنه ليس هناك أكمل شفاقة من الأم فطر الله تعالى الأم على محبة طفلها وعلى الحنو عليه والشفاقة به ولحتى نجد هذا في الحيوان ما بالك بالإنسان وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء وإن أباه قد طلقني ويريد أن ينتزعه مني فقالها النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي أنت أحق به ما لم تكحي فأحق الناس بحضانة هذا الطفل أمه وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة أنه بالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وحكي إجماعا حكاه الموفق ابن قدامه في المغني وغيره ثم أمهاتها وإن علون يعني يلي الأم في الحضانة الجدة لأن الجدة تقوم مقام الأم هي أم ثانية لهذا الطفل فالجدة وإن علت تلي الأم في المرتبة والمنزلة قال ثم الأب يعني أن الجدة مقدمة على الأب الجدة من قبل الأم مقدمة على الأب ولذلك لو تنازع في حضانة هذا الطفل أم أمه وأبوه فمن يقدم؟ أم الأم لأنها في معنى الأم في الشفقة وفي الحنو على هذا الطفل ثم أمهاته يعني ثم أم الأب وأمهاتها ثم الجد لأن الجدة أب ثم أمهاته يعني أمهات الجد ثم الأخت من أبوين يعني الأخت الشقيقة ثم الأخت لأب ثم الأخت لأم ثم العمه ثم الخالة ثم الأقرب فالأقرب من النساء ثم عصباته الأقرب فالأقرب وهنا المصنف رحمه الله أخر الخالة فجعلها بعد الأب وبعد الجد بل جعلها بعد الأخت وهذا محل نظر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم الخالة بمنزلة الأم إذا كانت بمنزلة الأم كيف تؤخر فتكون بعد الأخوات ولذلك فالصواب في هذه المسألة أن الخالة مقدمة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخالة بمنزلة الأم في قصة بنت حمزة كما جاء في صحيح البخاري فإن حمزة لما قتل أتت ابنته وكانت طفلة صغيرة لحقت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا عم يا عم فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وحملها واحتضنها فتنازع فيها ثلاثة من الصحابة كل يريد أن يتولى حضانتها واختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم علي بن أبي طالم وجعفر ابن عبد المطلب وزيد ابن حارثة أما علي فقال إنها ابنة عمي وأنا أحق بها وأما جعفر فقال هي ابنة عمي وخالتها تحتي كان متزوج خالتها وأما زيد فقال ابنة أخي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بينه وبين حمزة فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر وقال الخالة بمنزلة الأم الخالة بمنزلة الأم وعلى ذلك فالذي يظهر في الترتيب الله أعلم أن الأحق هي الأم ثم الجدة ثم الخالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم فإذا كانت الخالة بمنزلة الأم فأم الأم بمنزلة الأم من باب أولى فهي أقرب من الأب ومن الجد عند التنازع ثم إن الأب لو تولى حضانة هذا الطفل لم يتولى حضانة بنفسه لأن الأب سيكون منشغلا بمصالحه فسيعطي هذا الطفل لامرأة أخرى فأيهما حق أمرأة أبيه أو خالته أو جدته لا شك أن جدته وخالته أولى من امرأة أبيه ولهذا فالصواب في هذه المسألة أن يكون الترتيب أولا الأم ثم الجدة من جهة الأم ثم الخالة ثم الأب هذا هو الذي تدل له الأدلة ثم على الترتيب الذي ذكره المصنف وذهب بعض العلماء يعني هذا الترتيب الذي ذكره المصنف لم يذكر له دليلا ظاهرا ولذلك ذهب بعض العلماء إلى وضع ضابط في الترتيب كابن تيمية رحمه الله فقالوا إنه يقدم في الحضانة الأقرب فالأقرب مطلقا يقدم في الحضانة الأقرب فالأقرب مطلقا سواء أكان من جهة الأب أو من جهة الأم فإذا استوى درجتهم قدمت الأنثى على الذكر وعند اختلاف الجهة تقدم جهة الأبوة أعيد هذا الرأي مرة أخرى يقولون يقدم الأقرب فالأقرب مطلقا سواء من جهة الأب أو من جهة الأم فإن استوى درجتهم قدمت الأنثى على الذكر وإذا اختلفت الجهة قدمت جهة الأبوة وهذا القول قول جيد لكن يشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم فلابد من تقديم الخالة والجدة على الأب وهذا مما يشكل على هذا القول وعلى ذلك فيمكن نقول أن هذا القول هو القول الراجح لكن باستثناء باستثناء الجدة والخالة فتقدمان على الأب كما في قصته حمزة قول النبي عليه الصلاة والسلام وكما في قصته منت حمزة قول النبي عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم فإذا قلنا بذلك فإن هذا القول تجتمع به الأدلة إذا أخذنا هذا الضابط الذي أكره ابن تيمية لكن أضافنا له لأنه يشتثنى من ذلك الجدة والخالة فتقدمان على الأب فبهذا تجتمع الأدلة وعلى هذا يكون الضابط في الترتيب أن نقول المقدم هو الأقرب فالأقرب مطلقا من جهة الأب أو من جهة الأم فإن استوى في الدرجة فالأنثة مقدمة على ذلك الأم مقدمة على الأب وفي اختلاف الجهة تقدم جهة الأبوة ويستثنى من ذلك الجدة من قبل الأم والخالة فتليان الأم وتقدمان على الأب لحديث الخالة بمنزلة الأم فانتبع لهذا التحقيق في هذه المسألة قد لا تجدوا في غير هذا الدرس انتبع لهذا التحقيق لأن كلام الفقه فيه متشعب وهذا يعني من أراد مزيد من التفصيل ليرجع للكتاب الذي أشرته إليه في الدرس السابق في شرح الدليل ففيه يعني تفصيل أكثر وأدلة أكثر مما يعني ذكرت نعم قال رحمه الله ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة نعم قال ولا حضانة لرقيق لأن الرقيق من شغل بخدمة سيده ولا لفاسق لأن الفاسق يخشى عليه من أن يؤثر على المحضون فيضره فيحرفه عن الاستقامة ولأن الفاسق غير مؤتمن ولا مصلحة لولد المحضون في حضانته له ولم رأها مزوجة لأجنبي من الطفل يعني حتى لو كانت أمه إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة إذا تزوجت بأجنبي والمقصود بالأجنبي من لم يكن من عصبات المحضون أما من كان من عصبات المحضون كالعم مثلا فلا يسقط حق الأم في الحضانة بدليل قصة بنت حمزة السابقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لجعفر لكونه ابن عم وخالتها تحته فعلى ذلك الأم لو تزوجها العم تبقى الحضانة لها ولا يقال أنها تزوجت لا يسعد حقها في الحضانة فإذا كان زوج الأم ليس أجنبيا وإنما هو من العصبات فيبقى حق الأم في الحضانة لكن لو كان زوج الأم أجنبيا ليس من العصبات فيسقط حق الأم في الحضانة لقوله عليه الصلاة والسلام أنت حق به ما لم تنكحي قال فإن زالت الموانع عنهم عاد حقهم من الحضانة بأن عتق الرقيق أو أن الفاسق استقام وزال عنه في اسم أو طلقت المرأة فيعود لهم حقهم من الحضانة نعم قال رحمه الله وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما وإذا بلغت الجارية سبعا فأبوها أحق بها طيب هذه المسألة من المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها ويكثر نزاع فيها أيضا أحيانا يتنازع الأب والأم في الطفل قد ذكرنا من الأحق فذكرنا الترتيب ومن الأحق وبين قول الراجح في ذلك لكن إذا بلغ هذا الغلام سبع سنين إن كان ذكرا يقول المؤلف إن كان ذكرا خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما لما جاء عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه خير غلاما بين أبيه وأمه أما مدون السبع يكون عند أمه لكن بلغ سبعا يخير بين أبيه وأمه ولكن هذا عند المحققين من أهل العلم عند استوائهما في الصلاح عند استواء الأب والأم في الصلاح كأن يكون الأب معروف من أسرة محافظة ومستقيم والأم كذلك من أسرة محافظة ومستقيمة فيخير هذا الغلام بين أبيه وأمه ويكون مع من اختار منهما أما عند استوائهما في الصلاح وفي الإصلاح أيضا وفي الإصلاح لأن يكون كل واحد منهما معروف بحرصه على أطفاله وتربيتهم وتعليمهم فما في مرجح بين الأب والأم هنا يخير الطفل يخير هذا الغلام أما إذا كان أحدهما أصلح من الآخر فيقدم الأصلح فلو كانت الأم أصلح تقدم الأم وتكون هي الأحق بالحضانة وإذا كان الأب أصلح فيقدم الأب ويكون هو الأحق بالحضانة ولا التفاة لقرعة ولا لتخيير الصبي لأن الصبي كما قال ابن قيم الصبي عمره سبع سنين ضعيف العقل ويؤثر اللعب والبطالة فإذا اختار من يساعده على اللعب لم يلتفت لذلك وقد ذكر من تيمية قصة نقلها عنه ابن قيم عن تنازع أب وأم في غلام عند القاضي فقال القاضي لهذا الغلام اختر أباك أو أمك فاختار أباه فقالت الأم أيها القاضي سله لماذا اختار أباه فقال القاضي له لماذا اخترت أباك قال لأن أبي يتركني ألعب مع الصبيان وأمي تبعثني كل يوم إلى الكتاب فلما سمع القاضي ذلك حكم به لأمه هذا قد يختار من يتركه يلعب والذي يحسن تربيته ويذهب به المدرسة ويعلمه ويربيه ويؤدبه قد لا يختاره هذا طفل عمره سبع سنوات كما قال ابن وقيم ضعيف العقل فكيف يخير فلذلك نقول إنه يكون عند الأصلح من الأب أو الأم عند الأصلح منهما يدرس القاضي حالة كل منهما الأب والأم ويحكم بمن كان الأصلح منهما وقد رجع هذا ابن وقيم رحمه الله وقال قال لا تحتمل الشريعة غير هذا لا تحتمل الشريعة غير هذا القول لأنه لابد أن يعطى الأصلح كيف يعطى غير الأصلح أما كون النبي عليه الصلاة والسلام خير هذا الغلام بين أبيه وأمه فلأن الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يغلب عليهم الصلاح فكان الأب مقاربا للأم في الصلاح والإصلاح فلذلك خيره لكن في وقتنا الحاضر في الغالب ستجد أن الأب أصلح من الأم والأم أصلح من الأب فيكون عند الأصلح منهما ولا يخير هذا الغلاب هذا هو القول الراجح في المسألة وهو أيضا يعني هو المعمول به عندنا في المحاكم في المملكة خبرني بعض القضاة أن هذا هو المعمول به كما قال ابن وقيم لا تحتمل الشريعة غير هذا أما إذا كان إذا كانت جارية أنثى بلغت سبع سنين يقول المصنف وإذا بلغت الجارية سبعا فأبوها أحق بها هذا هو المذهب عند الحنابي لأن الأب أحق يقولون لأن الأب أقدر على الحفظ والحماية والتربية ولأن الأم يقولون هي بحاجة لمن يحفظه ويحميها وكذلك البنت والقول الثاني في المسألة أن البنت إذا بلغت سبع سنين فإنها تكون عند أمها وهذا القول هو قول جمهور الفقهة من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابرة ونصره بن قيم في الهدي وقال هو الذي لا نختار سواه وذلك لأن الأم أكمل شفقة على البنت من أبيها ولأن البنت تحتاج لتعليمها لما يصلح للنساء والأم أقدر على ذلك من الأب فهذه البنت تحتاج لتعليمها أمور النساء وتوجيها فيما يتعلق بأمور النساء الأم أقدر على ذلك من الأب ولأن البنت هذه إذا كانت عند الأب فإن الأب مشغول بمصالحه سيضعها عند زوجته أو عند امرأة أخرى وأمها أولى بها من هذه المرأة البعيدة وأما ما ذكروا الحنابلة من أن الأب أحفظ وأصوا فقال بن قيم جوابا عن ذلك كل مفسدة يعرض وجودها عند الأم فإنها تعرض وأكثر عند الأب طيب إذا كان الأب يقولون أقدر على الحفظ والصيانة ربما يكون أمر بالعكس ربما الأم أكثر حفظاً والصيانة من الأب الأب مشغول بدنياه مشغول بكسب لقمرة العيش ويترك هذه البنت في البيت الأم لا معها أقرب قريبة منها تراقبها وقريبة منها وتعرف مدخلها ومخرجها وتعرف أمورها والغالب أن الأم أقرب للبنت من الأب وهذا هو القول الراجح أن الأنثى إذا بلغت سبع سنين فإن الأم أحق بحضانتها من الأب إلا إذا كانت الأم مثلاً فاسقة فكما ذكره لا حضانتها لفاسقة أصلاً فلو كانت الأم مثلاً تدعوها للتبرج والسفور ونحو ذلك لا تكون أحق لكن إذا كانت الأم صالحة فإنها أحق بالحضانة من الأب هذا هو القول الراجح وهو قول أكثر أهل العلم نعم قال رحمه الله وعلى الأبي أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه نعم مسؤولية الاسترضاع على الأب كما قال الله عز وجل قال في سورة الطلاب فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى فالأب هو المسؤول عن الإرضاع وعلى ذلك على الأبي أن يسترضع لولده وأن يعطي المرضعة أجرها فإذا كانت المرضعة هي الأم قال المصنف إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها وعلى ذلك الأب يعطي الأم أجرة الرضاع قال سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة لقول الله تعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهم والقول الثاني في المسألة هو التفريق بين أن تكون الأم في حبال الزوج أو ليست في حباله فإذا كانت ليست في حباله بأن كانت مطلقة فلها أن تطلب أجرة الرضاع تقول الأب لن أرضع هذا الطفل إلا بأجره حتى ولو كان هذا الطفل إبنها أو ابنتها لظاهر الآية فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهم أما إذا كانت الأم في حبال الزوج فليس لها أن تطلب أجرة هذا هو القول الراجح في المسألة لأن الله عز وجل قال في سورة البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فأوجب الله تعالى على الأم رضاعة ولدها ولم يوجب لها سوى النفق والكسوة قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكله نفسه لا تضر والدة بولدها فلابد من الجمع بين الآيتين عندنا آيتان فإن أرضى عنا لكم فأتوهنا أجرهون والوالدات يرضعن أولادهم فتحمل فإن أرضى عنا لكم فأتونا أجرهون على الأم إذا لم تكن في حبال الزوج ويحمل قوله والوالدات يرضعن أولادهم على الأم إذا كانت في حبال الزوج ولم يوجب الله تعالى لا سوى الكسوة والنفقة فعلى هذا لا يكون الأم أجر على الرضاع إلا إذا كانت مطلقة ليست في حبال الزوج هذا هو القول الراجح اختاره جمع من الحقيقين من أهل العلم أما القول بأن لها أن تطلب أجر حتى لو كانت في حبال الزوج فهذا قوله مرجوح فالأم مطالبة أصلا بإرضاع طفلها كيف تطلب أجرة على هذا الرضاع إلا إذا لم تكن في حبال الزوج لها ذلك أما إذا كانت في حبال الزوج فسترضع هذا الطفل والزوج ينفق عليها هذا هو الراجح في هذه المسألة قال فإن لم يكن له أب إن لم يكن له أب فيبحث عن مرضعه من ماله طيب فإن لم يكن له مال قال فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر مراثه منه هذا ذكره الله تعالى في الآية السابقة فقال سبحانه وعلى الوارث مثل ذلك فالوارث هو الذي يلزمه إرضاع هذا الطفل فإذا كان هذا الطفل يتيما لا أب له فالوارث يجب عليه أن يوفر المرضع له بل الوارث يجب عليه أن ينفق عليه فقوله سبحانه وعلى الوارث منذ ذلك يدل على أن الوارث يجب عليه أن ينفق على من يريثه إذا احتاج وعلى ذلك أخوك هل يجب عليك أن تنفق عليه أو لا يجب تفريعا على هذه القاعدة من يجيب عن هذا السؤال على ضوء ما فهم من الدرس معه أحسنت إذا كنت ترث أخاك لو مات يجب عليك أن تنفق عليه إذا احتاج ولا تعطيه من الزكاة واجب عليك النفق وليس الزكاة أما إذا كنت لا ترثه لو مات فلا يلزمك أن تنفق عليه ويجوز أن تعطيه من الزكاة بل أفضل أن تعطيه من الزكاة لأن تكون الزكاة وصلت راحب لاحظ هذه الفائدة كلها استفدناها من قول الله تعالى وعلى الوارثي مثل ذلك مثلا إذا كان الأب موجودا فإنك لا ترث أخاك لو مات فلا يلزمك أن تنفق عليه وإنما الملزم الأب أبوك هو الملزم بنفقته ويجوز لك أن تعطيه من زكاة إذا كان محتاجا بل هذا هو الأفضل أن يكون زكاة وصلت راحب لكن لو كان أبوك غير موجود وأخوك ليس له أولاد فأنت سترثه لو مات هنا إذا احتاج أخوك يجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك وليس من الزكاة وهذا كله استفدناه من قول الله تعالى وعلى الوارثي مثل ذلك أي يجب على الوارث الإنفاق على من يرث منه لو مات هذه أبرز المسائل والأحكام المتعلقة بباب الحضانة ونقف عند باب نفقة الأقارب والمماليك نفتتح بها درسنا القادم إن شاء الله تعالى ونكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين